إذا علم السحرة بوجود طفل زوهريا في مكان ما ظلوا يلاحقونه من أجل الحصول على الكنوز فيتم قطع بعض أعضائه أو قطع رأسه إذا ما كان يحمل العديد من العلامات بجسده منهم سيء الحظ وقع في قبضتهم وكان الموت مصيره المحتوم أما من كان سعيد الحظ بعد أن نجى بأعجوبة منهم فعاشت عيسا وخائفا ومحروما حكايتنا اليوم حدثت مع أحد الأطفال الزهوريين والطفل الزهوري طفل لديه علامات مميزة في جسده يستخدمها السحرة في البحث عن الكنوز المدفونة أما العلامات التي يبحث عنها السحرة فهي وجود شق طولي في اللسان وآخر عرضي في كف اليد بالإضافة لوجود نسبة حوال بسيطة في عين الطفل وجميعها علامات تجعل من السهل التعرف عليه من قبل المشعوذين تبدأ الحكاية بمدينة مكناس أواصط السنة الماضية وبالضبط بحارة شعبية حيث كان عثمان يلعب مع أقرانه فاقترب منه شخصان أحدهما تفحص يديه فيما وضع الآخر يده على رأسه وشرع يتمتم بعبارات غير مفهومة في أذنه ثم أمسكا بيده وجذباه خارج الحي الضيق لكن صراخ سيدة من الجيران جعل الرجلين يطلقان ساقيهما للريح بعد فترة وجيزة عاد الرجلان إلى الظهور مرة أخرى بالحي وبخطة جديدة اقتربا من الطفل الذي كان يلعب بالحي وأقنعاه بحجة مال الخروج خارج الزقاق وبالفعل استجاب عثمان لهما وقبل خطوات أخيرة ارتفع صوت طفلة وهي تردد عبارة أنقذوا عثمان لتحبط محاولة الاختطاف وتفتح بالتالي أعين والدي عثمان على أن طفلهما مستهدف لحمله علامات الزوهريين في راحتي يديه إن كان عثمان قد نجى هذه المرة إلا إن بعض الأطفال لم يكتب لهم النجاة حيث تم اختطافهم واستخدامهم كقرابين إذ تم العثور على جثثهم بعد الانتهاء منها إلى الغابات تعمد جمعيات حقوق الطفل في المغرب لملاحقة المشعوذين وإنقاذ الأطفال الأبرياء من براثنهم وبالفعل تم القبض على بعضهم بينما لا يزال البعض الآخر حرا طليقا هذه هي نهاية حكايتنا لهذا اليوم نراكم في قصة جديدة إن شاء الله شكرا